هنا هرجع بسرعة لدكتور محمد أبو سامرة قبل أن نختتم هذه الحلقة اللي مش عايزة تخلص بصراحة لأننا من الناس اللي بتبقى سعيدة جداً لما لقي نفسي واعتم ما بينما وسعوتين تاريخي فانا سعيد سعادة غير طبيعية هرجع يا دكتور محمد مصر تبزل الغالي والنفيس لأجل عدم تصفية القضية دي بأي حال من الأحوال وضب التهجير القصري بل وضب محاولات التهجير الطوعي بالدعاءات عليكم أن تنجوا بحياتكم ثم نعيدكم مرة أخرى إلى آخر وناخد خطوات على كافة الأصعادة سعادة كانت الصعيد الرئاسي الدبلوماسيات المصرية إلخ 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 ومؤسسات وأجهزة تجلس على موائد المصر نحتاج دائماً مش هقول لظاهير لكن نحتاج للتكاتف العربي لتوقيع الضغوط هو أولاً يعني الحقيقة الموقف المصري من الموضوع الفلسطيني بشكل عام ومن حرب غزة والعدوان الجهنمي الشيطاني حرب الإبادة والتطهر العربي الموجهة لغزة ومن محاولات تصفة القضية الفلسطينية على رأس قضية اللاجئين وطرد الفلسطينيين من غزة والطفة والقدس المحتلة الحقيقة الموقف المصري هو موقف يحق لنا كفلسطينيين كعرب كمصريين كمسلمين كإنسانيين الافتخار به مصر الحقيقة وقفت وما زالت تقف وستظل واقفة موقف يسجل لها في أنصع صفحات التاريخ طالما نحدث نحن عن التاريخ ويعني الحقيقة ودون أدنى مجاملة يعني موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو موقف مصري فلسطيني عربي قومي مشرف نفتخر به كفلسطينيين وعرب ومصريين ومسلمين والحقيقة منذ أن كان وهو حقيقة منذ أن كان وهو يتخذ مواقف واضحة نعم هو يعني أكثر من مرة كرر في مواقف وتصريحاته أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا وهذا ليس غريب على مصر وليس غريب على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جاء من الجيش المصري هذا الجيش المصري البطل الذي قدم مئات آلاف الشهداء والجرحة على أرض فلسطين من أجل فلسطين وبالتالي هذه مصر التي نعرفها هذا بداية في السياق الإنساني ربما يتفاجأ الكثير عندما يعلم أن 87% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة هي مساعدات قادمة من مصر ومن الشعب المصري ومن الدولة المصرية على الجانب الآخر الإنساني استقبلت حتى اللحظة المستشفيات المصرية أكثر من 25 ألف جريح فلسطيني ما زال تقريبا 15 ألف منهم جريح داخل المستشفيات المصرية تتكفل بهم الدولة المصرية بشكل كامل على نفقتها الخاصة بل المفارقة المهمة في هذا الجانب أن بعض الدول العربية والإسلامية طلبت أن تستقبل مجموعة من الجرحة الحقيقة تم ذلك من خلال التنصيق المباشر ليس مبادرة من تلك الدول مع وزارة الصحة المصرية بل وزارة الصحة المصرية التي ترشح لها الحالات وتطلب منها صدافة هذه الحالات أو تلك المهم الحقيقة مصر لها موقف بطولي مشرف عظيم وهي التي تقف سدا منيعا أمام تصفط القضية الفلسطينية بل زأرت مصر أختم بذلك عندما احتلت الدبابات الإسرائيلية معبر رفح ولوحت إحدى الدبابات بعلمها القضر بالقرب من المحر الحدودي المصر الفلسطيني ودعني أقولها باللهجة الدارجة مصر فرجت إسرائيل والعدو الصيني العين الحمراء وكشرت عن أنيابها